مشاهدين الكرامة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا نقطة نظام خلال السنوات الماضية المتابع للأحاديث الرئيس عبدالفتاح السيسي سيجد أنه كان بيركز دائما على جملة التوعية ودي رسالك كان بيبعثها الرئيس عبدالفتاح السيسي للإعلام المصري أنه يكون له دور في حملات التوعية للمواطنين والتوعية بحجم الإنجازات اللي بتتم على أرض الواقع وأيضا التوعية بالتحديات اللي بتواجه الدولة المصرية وده خاصة أن كان بيكون هناك حملات للتشكيك وشائعات بتطال أي إنجاز بيتم على أرض الدولة المصرية وحملات هذه التشكيك كانت بتتم من أهل الشر كما أطلق عليهم الرئيس عبدالفتاح السيسي هذا اللقب حجم الترصد والتشكيك بحجم الإنجازات اللي بتقوم به الدولة المصرية بيؤكد أن الدولة المصرية دولة كبيرة وأننا ماشيين على الطريق الصحيح وده خاصة أن هذه المجموعة جماعات إرهابية بتترصد لأي شائع أو بتنشر أي شائع على مواقع التواصل الاجتماعي اللي في دقائق بتكون وصلت إلى يعني الكسرين والكسرين بيصدقوها في دور بتقوم به الدولة المصرية في رصد لهذه الشائعات والرد عليها وفي جهاز لمجلس الوزراء بيرصد دائما يوميا شائعات وبيرد عليها آخرهم كان النهاردة كان في شائع عن التعليم وشائع عن أسعار البنزين يعني شائعات يوميا بيتم الرد عليها هنتكلم في هذا الحديث مع ديوفنا المشرفين النهاردة المستشار محمد خليفة المحامب النجد أهلا محمد حضرك يا فهلا نوردنا وشرب طلب سيادة المستشار حاتم ومحمد المحامب الجنايات أهلا محمد حضرك ونوردنا وشرب طلب ولكن قبل ما تطرق مع ديوفي لهذا الموضوع كنا بالحلقة الماضية الاثنين الماضية تحدثنا عن مشكلة في قرية ألم شا بمحافظة الفيوم بعض المشاكل ومطالف هناك كانوا بيطالب بها الأهالي معانا على الهاتف الأستاذ محمد التوني المتحدث الإعلامي لمحافظة الفيوم للحديث عن هذه المشكلات أستاذ محمد أهلا بحضرك يا فندم احنا الاثنين الماضي يا فندم تحدثنا أن في مطالب لها لقرية ألم شا بيطالبوا أن يكون لهم كبري ومداخل القرية يتم تطويرها شايف حضرك المطالب دي إزاي يا فندم وهل حضرتكم يعني وضعين خطة لتطوير القرية أولا حضرتك كبري للمحافظة السيد محمد سامح حضرتك الشابكة بس عندنا حضرك مش كويسة شوية خليه عيد من الأول الفضل يا سيد محمد عيد حضرك تاني الكلام عشان أن كان الشابكة وحشة أولا حضرتك يعني مطالب المواطنين بالنسبة للكبري الموجود في قرية ألم شا يعني احنا خلال يومين ان شاء الله المقاول هيستلم الكبري علشان هيتم تطويره ورفع كفاته كان يبقى موجود للمواطنين هناك بالنسبة للشكوى الأخرى اللي كانت موجودة للأهالي بعد موجود مدرسة تعليم أساسي موجودة في القرية ان شاء الله احنا جاري استقراب في الوقت رخصة لمدرسة تعليم أساسي في قرية القلمشاء وان شاء الله هيتم الأبنية التعليمية هتتسلمها خلال الفترة يجاية علشان تبتدي في بناءها وتسلمها لي مدرية التربية والتعليم كان فيه أيضا شكوى بالنسبة ليراس في طريق العذب يعني خلينا أقول حيكي أنه محطة يعني شركة مياه الشرب والصف الصحي تشتغل دلوقتي في خط الطرد للصرف الصحي من العذب وحتى محطة رفع الحدقة وان شاء الله احنا قدامنا شهر ويتم الانتهاء منها وبعد كده يبقى فيه رصف للالتهادة الطريق اللي كان بيشتكوا منه المواطنين كان أيضا الشكوى اللي رصدناها من قبل حضرتكم من البرنامج كان فيه شكوى المخصوصا أنه ما فيش خدمات عامة في القرية ما فيش مراكز شباب ما فيش ما فيش خلينا أقول لحضرتك أنه ملف تقنين أراضي وضع اليد احنا عندنا 16 ملف تم يعني رفضهم كان لأن احنا نستغلهم في مشروعات تم إقامتها لهذه قرية ألمشاء خزان بقول لحضرتك يعني احنا شغالين في الخدمات العامة بنقدمها للمواطنين في القرية تمام السوز محمد بالنسبة يا سوز محمد للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بالمحافظة يعني منذ قليل أنا لسه مخلص جولة مع سيد الدكتور أحمد الأنصاري محافظة الفيوم كانت جولة ليلية على مركز الفيوم وقرى مركز الفيوم كنا بنتابع طبعا الالتزام بالإجراءات الاحترازية في المحال التجارية والمقاهي والمطاعم يعني عاوز أقول لحضرتك إنه إحنا طبعا رصدنا أيضا يعني طول اليوم النهاردة على مدار اليوم أكتر من 350 مخالفة تم تحريرها طبعا ضد المواطنين إنهم لم يلتزموا بارتداء الكمامة طبعا ليه قرار السيد الرئيس الوزراء اللي تم تطبيقه من مبارح إحنا أيضا كان عندنا الأجهزة التنفيذية يعني رصدت تسع مراكز دروس خصوصية مخالفة طبعا بتعمل بالمخالفة مبارح وتم ظلقها بالكامل أغلقنا أيضا خلال يومين للحد والاثنين النهاردة أكتر من 35 محل ومحل تجاري ومقهى طبعا المقهى كانت تقدم شيشة للمواطنين بالمخالفة فيعني إحنا الأجهزة التنفيذية بتعمل أستاذ المحافظ كان في جولة ليبية الآن يعني لست متهين منها طب فيه سؤال مسيادة المستشفى محمد خليفة عيني صلى حضرتك أنا أشكرك جدا على متابعتك وردك المحترم وأشكر الدكتور أحمد الأنصاري الرجل المحترم وبلاشد الدكتور أحمد الأنصاري بزيارته برضو لألمشاه حتى على الأقل نقف عند بعض المشاكل اللي ما تمش الإعلان عنها وأنا بشكر اهتمامك لكن برضو طريق موقف طريق الفيوم ألمشاه ما زال إنه بتكسر ومتبهدل وعايز التغيير الكامل لأنه لا يصلح للمرور الأدمي وبرضو بأكلم حضرتك عقبتش عليها ومشروع الغاز اللي هتسبقنا فيه جرد والغرق إحنا داخلين على سنة ستة وعشرين في ناس هتسبقنا في الغاز في التين وعشرين واحد وعشرين وإحنا بجوارنا وإحنا المستفيدين الأوائل لأنه فيه خط غاز رايح مصنع السكر أقرب لنا من أي مكان آخر فكنا نتمتع بإن إحنا يبقى لنا التوصيل في الغاز أقرب من أي مكان آخر فسعدتك لنشكرك ونتمنى زيارة السيد المحافظ في أقرب وقت لأنه فيه بعض المشاكل عند الشباب وعند الأهالي نرجو متابعة الشباب والجلوس مع السيد المحافظ للمشاكل وعرضها وإن لم يتمكن من زيارتنا إحنا مستعدين ناخد مجموعة من الشباب للقاء السيد المحافظ وعرض المشاكل اللي أنا مشاكل لها عليه وإحنا منشكرك ومنشكر الرد المحترف سيد محمد لسه معنا؟ شكرا مع حضرتك تمام بس أنا عاوز أبلغ حضرتك بس برضو أن المشاكل لأهالي مركز إبتا أنه طبعا أنت عارف حضرتك أن المركز إبتا دخل ضمن مبادرة السيد الرئيس الجمهورية تطوير ألف خارية وبالتالي فيه يعني يعني مبادرات وفيه مشاريع عامة وخدمات عامة تدخل للمواصلين شو مركز إبتا بالكامل خلال الفقرة القادمة فهوش حضرتك يعني بعضية المبادرة نشاهد بعض تمام سوز محمد شكر جدا لحضرك سوز محمد التوني المتحدث العلامي لمحافظة الفيون هنرجع نتكلم في موضوع له بسم الله الرحمن الرحيم يعني بداية إحنا كنا نتكلم عن التشكيك في حجم الإنجاجات اللي بتتم على أرض الواقع والدولة المصرية شايف حضرك سبب انتشار مكينة التشكيك بكل منجز بي من منجزات الدولة المصرية بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين تحصمت بذي العزة والجبروت واعتصمت برب الملكوت وتوكلت على الحي الذي لا يموت يا رب ارفع الأزع عن مصر ارفع الأزع عن مصر إنك على كل شيء قدير ارفع البلاء عن مصر ارفع البلاء عن مصر يا رب أسألك بكل اسم سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرته في علم الغيب عندك باسمك الأعظم أن تحفظ القيادة الرشيدة والرئيس المحترم ساحب الخلق الرفيع الرئيس البطل الذي حمى مصر بعقله وبزكائه وبسياسته وبقدرة الله معنا والذي أرسى قواعد مصر ورفع راية مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي يا رب احفظ جيش مصر حامي مصر من كل أعداء مصر ومن كل المكيدين لمصر يا رب احفظ شرطة مصر حافظة الأمن في مصر داخلا وخارجا يا رب احفظ الطبياء مصر وعليك يا رب بالخوانة الذين ينتمون للجماعة الإرهابية منهم يا رب عليك بهم لأننا أرى بعض النسب الموجودة من داخل طباء مصر ينتمون للجماعة الإرهابية ويصدرون إشاعات غير صحيحة على الشعب المصري وعلى منظومة صحة مصر الذي قررها السيد الرئيس وقدم منظومة لا توجد في العالم كله وهي منظومة الميت مليون صحة ويقب بكل ما يملك هو جيش مصر لحماية مصر من هذا المرض اللعين يا رب احفظ كل المخلصين لمصر واحفظ شعب مصر يا رب انصرنا على من يخون مصر من داخل مصر ومن خارج مصر وأنا مبدئيا أماشد النائب العام المحترم بكل من يتواصل مع القنوات الخارجية ذات الإعلام السيء القذر الكاذب للقنوات التي تأتينا من الخارج بإشاعات المضللة الفئة الضالة من يتواصل معها من داخل مصر فهو يحرد على مصر فأنا أقدمه للنيابة العامة بأنه خائل لمصر ومحرد على شعب مصر سيدي سيدي أنا لما أتكلم في مصر أبدأ بوصية يتبين منها هؤلاء الخوانة ماذا يفعلون في مصر وشعب مصر شعب من الشعوب المحترمة على الأرض قال الحداج بن يوسف الثقفي عن مصر والمصريين في وصيته لطارق بن عمر حين صنف العرب فقال عن المصريين لو ولاك أمير المؤمنين أمر مصر فعليك بالعدل فهم قتلت الظلمة وهديم الأمم وما أتى عليهم قادم بخير إلا التقموه كما تلتقم الأم الرضيعها وما أتى عليهم قادم بشر إلا أكلوه كما تأكل النار أجف الحطب وهم أهل قوة وصبر وجلدة وحمد ولا يغرن أنك صبرهم ولا تستطيع فقوتهم فإن قاموا لنصرة رجل ما تركوه إلا والتاج على رأسه وإن قاموا على رجل ما تركوه إلا وقد قطعوا رأسه فاتقوا غضبهم ولا تشعي النار لا يدفئها إلا خلقهم فانتصر بهم فهم خير أجناد الأرض فهم خير أجناد الأرض اللهم منصر الرئيس السيسي على كل كونة مصر أولا ما يدور من القنوات الإعلامية والآلة الإعلامية السيئة سيتجون إلى مزبلة التاريخ منهم محمد ناصر إلى مزبلة التاريخ ومعتز ناصر إلى مزبلة التاريخ لأن لو رأيت محمد ناصر منذ عشر سنوات كان يرتدي بانطلون مقطع الآن بالمال الذي يقبضه للهجوم على مصر أصبح بقى ابن آدم وشايف نفسه إنسان أنا بناشد كل أم جاء من رحمها الخائن أن تخرج على التلفزيون المصري وتتبرأ منه وتقول أنه ليس ابني لأنه خينا شعب مصر وأناشد من تجنس بالجنسية التركية لا يهاجمنا لأنه ليس مصري وإذا كنت أن تريد أن تهاجم هاجم الفاجر أردوغان عندما عرى جيشه وعندما عرى شعبه هاجم ابنه الفاسد هاجم حكام تركيا الفاسدون هاكم تميم حاجم خائن لأنه هي القصة كلها كانت عبارة عن منظومة يقسمون فيها العالم العربي بأيه أمريكا كانت تريد أن الإخوانة يكون لهم دور وتركيا لها دور وإيران لها دور إلا أن لولا الزعيم السيسي أفشل هذا الدور وأسقط هذا الدور وأعلن نصره على هؤلاء ولذلك هما محرقون جدا مش عايزين مصري في كير مش عايزين مصري في أمان مستشفى ما فيهاش حاجة طبيب خائن من الداخل ينتمي إلى الجماعة الارهابية يصور ما لا يوجد أو ممرضة خائنة وهذه المنظومة لا توجد في العالم إحنا النهاردة مئة مليون كلهم في الشارع ما فيش أصلا عزل وما حاجش بيح نفسه ولكن ربنا سبحانه وتعالى حامي هذا الشعب الطيب الشعب المصري مستقر بقدر الله وإن شاء الله لن نكون سوريا ولن نكون ليبيا ولن نكون اليمن ولن نكون العراق قطر هي التي سعد في أن يعدونا صدام حسين يصبح على العيد الكبير بأموال قطر وبأموال تركيا تركيا التي هدمت سوريا بأموال قطرية سوريا التي كانت يوجد بها كل الاكتفاء الزاتي إحنا شعب آمن وشعب به قيادة رشيدة قيادة تحرس وتحافظ على هذه البلد أنا أؤمن بأن الرئيس السيشي يعشق مصر ويحرص على مصر ويحافظ مصر وهو حرقهم عشان حرقهم عشان حرقهم وإن شاء الله إلى جهنم وبئس المصير كل الفئة الضالة والأهل الشر أستأذنك في كلمة تمام دمام شعب أنا أستأذن حضرتك إحنا المطلوب من الشعب أن يعي ما كان يدور له ويسعون له شافوا بنفسهم حرق الكنائس وشافوا بنفسهم حرق الإسام وشافوا بنفسهم الفئة الضالة ماذا فعلت في السنة السوداء الذين حكموا فيها مصر الرئيس السيسي بقى له ست سنوات أنجز ما يوجد في مصر والله العظيم ما تم في ستين سنة الرئيس السيسي يفعل في مصر هنرجع لحضرتك في حجم الإنجازات اللي قيمت فيه خلال ست سنوات بس أنا هروح لسيات المصر حاكم في سؤال مهم حضراء العزيس أسأل حضراء الأشياءات هي دائما سلاح في يد أهل الشر في يد الخبيثة بيستخدموها دائما للترويج ضد أي إنجاز للدولة المصرية وخاصة إن إحنا الدولة دائما في تقارب تطلع منها بترصد يعني آخر من رصدته أنها بترصد يوميا متين أربعة وعشرين شائعا تقدير حضرتك لحجم الشائع عالي إزاي وإيه سبب انتشارها أولا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا سبحانه وتعالى قال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين مصر الكنانة مصر الاروبة مصر الحضارة مصر التاريخ حافظ الله مصر قيادة وشعبا وجيشا أولا بخصوص موضوع الشائعات إحنا النهاردة عندنا في مصر زي محلطك ما بتقول كل يوم عندنا متين تلاتة وعشرين شائعة بيحصلوا في اليوم مجلس الوزراء في مصر رصد في ثلاث شهور سبعين ألف شائعة في خلال ثلاث شهور مجلس الوزراء رصد سبعين ألف شائعة ده رقم كبير جدا جدا يا فنم والرقم ده يمكن ما حصلش في أي وقت في العالم ولا في أي دولة في العالم ولكن ده بيؤكد يعني قد إيه الوضع في مصر هم عايزين يوصلوا مصر الحد فين وإزاي هم النهاردة بدأوا يعني إيه بيتحدثوا عن مصر من أجل إسقاط مصر ولكن لم تسقط مصر أبدا فمصر محفوظة ومصر آمنة أنا النهاردة في الثلاث شهور دول أو السبعين ألف شائعة دول كان قطاع الصحة ليه فيهم نصيب الأسد كان 53% من حجم هذه الشائعات فقط لا غير للصحة عن طريق كورونا عن طريق إنهم بدأوا ترويج الإشاعات ضد مصر عن طريق إنهم بدأوا يبسوا السموم على إن مصر وكأن مصر هي الدولة الوحيدة اللي هي موجود فيها كورونا فقط لا غير مش موجودة ولا دواباء عالمي موجود في كل أنحاء العالم بالإضافة ساعتك الاقتصاد حجم الشائعات في الاقتصاد بلغ 17% من تلك النسبة فهو النهاردة مش بيحربك بس في مجال الصحة لا حضرتك النهاردة ده بيحربك كمان في مجال الاقتصاد وبيبدأ حضرتك النهاردة بيطلع لك بيطلع لك النهاردة شائعات على أساس إنه هو يوري العالم الخارجي إن مصر فيها الاقتصاد بتاعه ضعيف المصر ما فيها السياحة ولكن مصر النهاردة يا فندم فيها سياحة وفيها اقتصاد قوي جدا والحمد لله رب العالمين إن قاطرة الانتاج وعجلة الانتاج شغالة ومشية في مصر بشكل كويس جدا بالإضافة حضرتك إلى إنه جاه في التعليم وبدأ يرصد إن فيه حوالي 10% 10 و 8 من 10 من 100% من حجم هذه الشائعات موجود ساعتك في التعليم على أساس إن مصر التعليم فيها سيء على أساس إن مصر ولكن دي كان آخرها النهاردة كان يجبون ضمن الشائعات اللي تمنا فيها إلغاء النماذج الواشدية لامتحانات السنوية العامة العامة الدراسة بالضبط كده يعني بقى مركزين على الحاجات اللي بتهم المواطنين الدولة بدأت تأجل حفاظاً على المواطنين لبعد أجاز نص السنة إنما هي ما لغتش إنما قرارات مجلس الوزراء بالتأجيل فقط لغين بيأجل الامتحانات لبعد الامتحانات نص السنة بحيث إن هو يأجل بعد أجاز نص السنة ويبدأ يعمل الامتحانات بحيث إن هو يحافظ على سلامة الطالب المصري ويحافظ على أمن المواطن المصري في ظل هذه الجائحة ليه حضرتك؟ لأن الفيروس تبقى للإحصائيات العالمية نشط جداً جداً في خلال الفترة اللي هي في شهر واحد واثنين اللي هو الجزء الخاص بالشتاء فالنهاردة لما ييجي النهاردة وزير التربية والتعليم أو مجلس الوزراء يأخذ قرار فيؤجل الامتحانات لبعد أجازة نص العام بحيث إن النهاردة يتجنب الفترة اللي الفيروس فيها فيروس كورونا نشط فيها فالنهاردة الدولة بتتخذ من التدابير ما هو في في مصلحة المواطن المصري وفي مصلحة الطالب المصري لأننا النهاردة تلك التجمعات المدرسية وتلك التجمعات اللي في المدارس وخصوصاً في ظل هذا الفيروس اللعين هيؤدي للانتشار فالدولة النهاردة في طريقها وفي سبيل إن هي بتحاول تحجم مثل هذه الأمور على أساس النهاردة نجد إن نقدر نخرج سالمين من هذا الفيروس وذلك الوباء العالمي فالنهاردة لما نشوف منذ بداية كورونا في شهر 2 2019 75% من إجمالي الشائعات كان حضرتك عن طريق القناة الفضائية والبس الفضائي والباقي ساعدتك عن طريق الناس اللي موجودة اللي بتاخد من تلك القنوات وبتبدأ بتبسل الناس وتقول offs الترجمة الغريف في الأمر إن عندهم مواقع التواصل الاجتماعي وبيبدأوا يكتبوا ويبسوا الشائعات وبيحاولوا بطريقة أو بأخرى يستغلوا الناس الغلابة في بسها وفي نشرها ولكن النهاردة القانون في الجزئية دي احنا هنرجع لحيطة القانون دي بس هنريدنا نتكلم عن دور مواقع التواصل مش هعيزين نخبل ان دور مواقع التواصل اتماعك في انتشار مهم جدا وعلينا احنا الرد عليهم يعني انا النهاردة اما انا اشوف على صفحتي اما انا اشوف على صفحتي محمد دي يا بشر المكتب النائب العام خد اجراء وخصص لهؤلاء الشرزمة دي جزئية يا محمد دي اللي انا بتكلم فيه ان انا النهاردة لما انا على صفحتي على مواقع التواصل الاجتماعي ولاقي عندي حد بيبصوا سم مطلوب مراقبته مطلوب ان انا يا اما تناخد ضده اجراء قانوني او ان انا اتحرك في الرب عليه وارد بسرعة بحيس ان الناس النهاردة هو مطلوب مراقبة بس دي واحد هو مطلوب مراقبة اللحظة بس دي واحد يا جماعة في دول العالم عندما يا محمد بيه عندما يحتاجوا الامر الى الحفاظ على الامن القومي في الدول الكبرى بتغلق ما يضر الامن القومي وبتراقب كل الوسائل التي تهدم الامن القومي انا بس بقول حاجة مهمة جدا اولا الشعب المصري تتقي فيهم سلاس وتحرس منهم تمام نساؤهم فلا تقربوهم بسوء وإلا اكلوك كما تأكل الاسودة فرائسها وارضهم وإلا حرابتك سخور جبالهم ودينهم وإلا احرقوا عليك دنياهم الرئيس السيسي استلم الدولة في 2014 تمام الدولة كانت مخترقة من جميع التنظيمات الارهابية والمخابرات وبناء عليه استطاع ان يحرس الرئيس السيسي على دولة كانت رايحة للانهيار وريحة للسقوط ومنتهية وبقدر الله انه وهب لمصر الرئيس عبد الفتاح السيسي وجيش متماسك استطاع ان يحافظ على الدولة المصرية وهوية الدولة المصرية الشعاعات اللي هم بيشتغلون بيها لا ليه بقى السبب اولا هم الحقيقة العدو بالنسبة لهذه هؤلاء اهل الشر الوحيد ليهم الرئيس عبد الفتاح السيسي طيب ليه والدولة المصرية ليه والرئيس عبد الفتاح السيسي ومسل للدولة المصرية بس ليه لانه الرئيس الذي استطاع بحكمة منه ان يلقيهم بمسبلة التاريخ تمام ويكشف امرهم ويفضح وضعهم اولا لما تيجي تبحث عن هؤلاء الشرزمة والجماعة الارهابية تجد انهم يصطنعون انهم اهل دين وهم من الدين براء لكنهم يتبعون نبيا لهم جديد من سنة ثمانية وعشرين اسمه حسن البن اقسل عقولهم وادمغتهم ونظفها من الدين الحقيقي اللي هو الدين الوسط الدين الصح تركت فيكم ما ان تمسكتم به لم تضلوا بعدي ابدا كتاب الله وسنة هم ما يعرفوش كتاب الله ولا سنة لو كانوا يعلمون لكتاب الله حكما وحرصا وسنة ما زبحوا المصلين في المساجد ما قتلوا المسلمين في كل مكان ما حرقوا كنائس المسيحيين ما ضمروا اقسام الشرطة في مصر ما ارادوا ان يسقطوا هذه الدولة الدولة الوحيدة المتماسكة النهاردة انا بجد مغربي بيتدخر على قنواتهم بيتكلم في شأنين احنا يعني اتكلم في دولتك ابحث عن دولتك شوف فيها ايه السوريين بيدخلوا على قنواتهم بيتكلموا عنا ليه خش دولتك وشوف نهارك ليه الاخوان السبب في كل كوارث الدول العربية هم السبب في نيارة دولة سوريا وهم السبب في العراق والحسيين والاخوان هم السبب في تجمير اليمن والاخوان هم مسبلة التاريخ وهم السبب في تجمير العالم العربي لان دي صنيعة سونية بالاتفاق مع تركيا وايران النهاردة تميم هو البنك الدولي المالي بتاحهم اللي بيصرف على هذه المنظمات الانبية في كل مكان على مرأة ومسمع من العالم اوباما كان يعلم تماما ماذا يحدث عندما قال لمبارك ناو الان لانه كان يسعى لتقسيم الشرق الاوسط والدول العربية الى الاخوان وتركيا وايران الشعب المصري فائر الشعب المصري عرف من كانوا هؤلاء الشعب المصري عرف انهم فئة ضالة جماعة سوداء لا تريدوا الا هدمى الدول وهدمى الامم ليسوا باهل دين ولا هم اهم دعوية هم كانوا بيتكلموا عن نفسهم انهم اهل دعوة هم ليسوا باهل دعوة هم اهل دعوة تشهر النهاردة تيجي عند الانجاز للسيسي كأنه نار على قلوبه كأنه كارثة على قلوبه السيسي انجز مصر وانجز شعب مصر وعمل حاجات والله من خمسين سنة لم تصنع في مصر وانا لن اجامل انا مواطن مصري بس بحبه رئيسي لانه هو اللي انقذني من فئة ضالة كانوا يسعون لهدم هذه الدولة المصرية الشعاعات اللي هم بيشتغلوا وانا بقى لنا تلت ايام شغالين على حاجتين مستشفى زفتة والحسينية تب مين ده ومين دول ومين اللي ورانا وجوانا ابحثوا عن الخوانة التي يوجدون في بيننا من الجماعة الارهابية اللي هي الخلاية النائمة من الاطباء الفاسدين لكن هناك اطباء على رأسي من فوق صالحين ويحرسون على الدولة المصرية اما كل شيء فاسد او طبيب فاسد او محام فاسد او اي مواطن فاسد فهو انا ضده لانه يحارب الدولة المصرية ويريد اسقاط الدولة المصرية انا اقول لك يا اخي حزب من الله نعم الوكيل راعي قائد بيقوم الساعة 4 صبح ما بينامشي بيسعى لتعمير مصر بيسعى لبناء مصر يا اخي مش هيشيلها كلها مرة واحدة يا اخي في كل دولة في العالم فيها فيها المزكة وفيها الحلو وفيها الوحش احنا عندنا 90% حلو العشرة في المية مش في يوم وليلة ده بقاله 6 سنين انجز مصر فانا بقول لكل من يريد الشائعة يا اخي ربنا سبحانه وتعالى ان الذين يحبون ان تشيعل في حشته في الذين امنوا لهم عذاب ونالين اي شخص يريد ان يشيع شر عشان الدولة المصرية مش هتنولها ان شاء الله مش هتنولها كل مزعين ومبرمجين والقابدين من اوام القطر الى جهنم وبئس المصير الى مسبلة التاريخ هرجع الى حضرت ساكني سجل الاجراء القانوني العقوبات القانونية اللي مقررة في القانون في حالة بس شائعة على مواقع التواصل الاجتماعي او شخص روج لها لو ما عرفش انها شائعة لها موجودة فعمل لها مشاركة هل برضو بيقع عليها عقوبات اولا ابل ما ادخل في العقوبات مصر عملت البرنامج القومي لمواجهة الشائعات البرنامج القومي ده نظمته وزارة الشباب والرياضة مع مؤسسة واكاديمية ناصر العسكرية بغرض كان الغرض منه ايه بقى حضرتك؟ كان الغرض منه تدريب مئة الف من الشباب كمندوب او مندوبة على اساس النهاردة يبدأوا يردوا على هذه الشائعات ويبدأوا يتحدثوا ويكون ليهم افكارهم في الرد على الشائعات وعلى هؤلاء الذين يزيفون الحقائق النهاردة لما نشوف القانون المصري والمشرق المصري في تنظيمه لهذه المسألة اولا هو نظم المسألة دي في حتتين الحتة الاولانية من الناحية خارجيا وداخليا المشرق جاء في حالة بس الاكاذيب الخارجية عن طريق بقى وسائل اعلام الخارجية عن طريق القنوات المأجورة عن طريق ان فيه بس على قنوات او حد بيروج او بيشيح حاجة خارج الدولة المصرية موجود في اي دولة ان كانت المشرع المصري وضع ليه عقوبة وضع لللي موجود داخل مصر عقوبة تانية وبدأ حضرتك يتكلم في مسألة ان كانت مثلا هذه الشائعات كانت وقت الحرب ولا هذي الشائعات كانت موجودة في الوقت اللي هو الطبيعي ولكن هو في حال ان الدولة موجودة ومستقرة ومفيش اي حاجة على وجه لما نشوف مسألة الجنايات الخارجية او البس الخارجي او الشائعات الخارجية اللي هي بتاخد الجناية المضرة بامن واستقرار الشعب والدولة المصرية لما نشوف قال يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد عن خمس سنوات او بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه او باحدة هاتين العقوبة تانية ده للخارجي ده للخارجي حضرتك كل حضرتك اللي بيبص حضرتك اكاذيب من الخارج لما حضرتك شوف محمد ديه في نص القانون في المادة 80 لانه فقر جيم هتجد ان القانون مصر في المادة 80 فقر جيم على ان كل من روجه او اشاعة خارجيا يعاقب بالحبس بالسجن ده في عقوبة التحريد على الامل القوم ده موضوع تاني ده قصة تانية خارج ده موضوع تاني ده فيه جرائم النهاردة بتصل عقوبات فيها الاشغال الشقة المؤبدة تمام ما ده لك هنقصده فدي النهاردة لما بيمس بامن الحكومة وامن الدولة والجرائم الخارجية فدي حاجة ومسألة انه بيبس اشاعة دي حاجة تانية انا بتكلمك في نص القانون المادة 80 فقر جيم من نص القانون قانون العقوبات المصري ده في ترويج الاشاعات ايوه يا فندم في ترويج الاشاعات انا بتكلم انا تعرض بقى للامن القوم المصري لا لا ده موضوع تاني ده موضوع تاني انا بتكلم دلوقتي في ترويج الاشاعات مش بتكلم في حاجة تانية اما بقى لما نشوف داخليا او الجرائم داخليا اللي القانون العقوبات اتكلم فيها وتحدث عنها ونشوف العقوبة اللي القانون فرادها هنا في مصر وقال ان العقوبة من ست شهور لثلاث سنوات في كل من نشر او اشاع او اخبارة باشاعات او اخبار كاذبة ليس لها اساس من الصحة انما لما نيجي نشوف بقى الجرائم المضرة بامن الدولة وامن الحكومة لا حضرتك دي مسألة تانية انا بتكلم دلوقتي في بس الشائعات فقط لغير انما مش بتكلم في جريمة جنائية تضر بامن الدولة لا ده الجرائم دي حضرتك بتصل فيها العقوبات للاشغال الشاقة المؤبدة واكثر من ذلك انت النهاردة عندك محمد بيه عندك فيه جنحة من الجنح اللي نص عليها القانون عقوباتها تصل للاعدام وهي جنحة الشهادة الزور لما نجد النهاردة ان فيه شاهد زور شاهد في قضية كانت العقوبة فيها الاعدام ونفذ حكم الاعدام بنجد النهاردة ان المشرع اوجب ان العقوبة هي تكون ذات العقوبة اللي هو شاهد فيها هذا الشخص زورا على الشخص اللي نفذ فيه العقوبة ولذلك لما تيجي يقول لك ايه هي الجنحة في قانون العقوبات اللي عقوبتها الاعدام هي جنحة الشهادة الزور في القضايا فأنا مش بتكلم في الجرائم الخارجية على أن احنا نتوجه للنائب العام المحترم أن كل من يتواصل مع القنوات الإعلامية خارج البلاد بإشاعات كاذبة يجب أن يحقق ما هو ده الطريق يا محمد بي اللي رسموا القانون القانون إدى الحق والقانون إدى لك القانون إدى لك الحق أنك أنت تتوجه بعمل محضر وتشتكي وتتقدم للنائب العام والنيابة العامة الموقرة تنزلوا متهم في الجريمة سواء هي جنحة أو جناية والمحكمة الجنائية تقوم بمحاكمته تمام تمام بس أنا اللي لي يا محمد بي الدولة المصرية بعد 2014 الحقيقة مع تنفيذ استراتيجية تثبيت أركان الدولة بدأ الرئيس السيسي ببناء الدولة المصرية الثالثة فشهدت مشروعات تنموية فقط ما تم إنجازه خلال 30 عام كمشروع تنبيذ قناة السويس اللي يتاح الوصول لميزيد عن 1 مليار وستة من عشر مستهلك حول العالم نظرا لما تتمتع دير قلم الموقع المتميز إنشاء 14 مدينة زكية في مختلف المحافظات كالعالمين الجديدة والعاصمة الإدارية بناء أكثر من 2000 قرية على أحدث الطراز المعماري في مختلف المحافظات أيضا توزيع كسافة الوادي الضيق إلى الوادي الواسع من ضيق إلى عنط الصحراء والوديان والشواطئ في إطار رؤية 2030 التي اهتمت بمركزية القطاع العقاري ودور في هذا المجال طارفة محمد بير رئيس السيسي عمل إسكان في مصر لم يتم عمله من 100 عام من 100 عام فتحدى الإسكان الذي أنشأه الرئيس السيسي في 3-6 سنوات لم يتم في 100 عام الإنجازات التي فعلها الرئيس السيسي في الطرق والكباري معجزة تاريخية اللي هم كل ما تيجع عندها يتجننوا يموتوا تم إنشاء أكثر من سبا مالية 5-6 سنوات واحدة حداشر ألف مشروع حداشر ألف مشروع بيتم العمل في مصر أنا ما بمشيش مكان في مصر إلا وفيه شغل والله الذي لا إله إلا هو ما بتقل أي مكان في القاهرة وأنا محامي وبمر على محاكم مصر والله الذي لا إله إلا هو ما أجد مكان إلا وفيه عمل في مصر مصر بتتجدد مصر بتتحسن مصر بتنمو مصر رايحة للأمان ولذلك كل ما بتتجه الأمان مما بيموتوا غيزا هم ما كانوش عايزينها كده هم ما يشايفينه إنهم حكموا سنة سودا رجعونا مئة سنة يا أستاذ محمد الإخوان لا يصلحونا للقيادة سوى للفشل الإخوان لا يصنعونا إلا الزفح والقتل والحرق والدم الجماعة الإرهابية أنشأ منها جميع الجماعات الموجودة على مستوى العالم داعش وكل ما صنع من إرهاب هي الإخوان الإخوان هي مصنع التاريخ في كل الأفكار السيئة في كل الضمار في العالم الإخوان جماعة لا تريد للعالم الاستقرار الرئيس السيسي قال في أوروبا إنه مش على قد مصر بس الجماعة الإرهابية في كل مكان في العالم النهاردة الإشعاعات اللي ما يبحربش معانا العالم من العالم دولة قطر اللي هي بفلوسها بتمول هؤلاء ليه ما بتحربش أردوغان اللي هو بدخل سوريا وهدامها بلق أخضر من أمريكا النهاردة اليمن الحوسيين حرقوا اليمن الإخوان مع الحوسيين انضموا هم منهم شملة ولا دين يتفقوا مع الفجرة في حرق البلاد هو محمد مصر كان إخوان هو معتاز مصر كان إخوان ده الشعيين يساريين لا يعلمون للحق ولا للدين لكن هم عندهم استعداد يحطوا إيديهم في إيد أي صهيوني في العالم ضد العالم يا محمد بي الإخوان هم اللي سلموا صدام على مسبحة مسبحة العراق في عيدنا الكبير عشان يقول لها فين عرب ولا إسلام بأموال قطرية قطر تحارب العالم الإسلامي والعربي بأمواله بأموال المسلمين قطر بتبعث بالفساد في كل مكان هي وتركيا قطر النهاردة اللي طلبها المسالحة هي السبب في حرق شعب مصر وزبح شعب مصر بفلوسهم مع الإخوان واتفاقهم مع الجماعة الإرهابية النهاردة فيه دم سال على الأرض المصرية فيه أنفس ماتت من الشهداء من الجيش والشرطة فيه اتمت عيال أطفال من أبناء الشهداء وأبناء الشرطة وأبناء الجيش من أبناء شعب مصر يتمت أولاد وأطفال وبناء ونساء فين دول؟ فين النهاردة قطر عشان تعوض ومهما تعوض بملياراتها اللي مات واللي راح بسبب أموال قطرية معمر القزافي زبح بأموال قطرية النهاردة ليبيا متفتتة 500 حتة النهاردة علي صالح زبح بأموال قطرية احنا ليه يمسى كتير ومش فاهمين حاجة احنا ليه مش عارفين الحقيقة قطر هي أسوأ الدولة في العالم هي دولة الإرهاب في العالم قطر وتركيا هم خطين متوازيين الجماعة الإسلامية جماعة الإخوان الإرهابية لأنها تقوم مرة أخرى لكن والله لا طول ما عمر السيسي موجود ومصر وجيشها موجود الإخوان سيموتون وسينتهون إلى أبد الآبدين أنا بقول أن مصر رايحة إلى دولة عظمة ومتجهة إلى دولة قبرى وإن شاء الله ربنا سيضحر الكائدين ويجعل كائدهم في نحرهم سيادة المصرشار تعطيب حضرك على كلام يقوله سيادة المصرشار والله هو محمد مدى الاتفادة من هو محمد بالراجل يعني يتحدث دائما فيوجز وينجد أنا متحدث للدولة المصرية ووفيدة الدولة المصرية ووفيدة شهر المصر حقيقة هو الراجل يعني بيتكلم من خلال خبرته ومن خلال حنكته السياسية وأنه راجل دولة والراجل هو يعني بيتكلم في واقع واقع إحنا عيشناه وما زينا نعيشه تمام إيه دورنا إحنا؟ أو هل الشياء تكتصل فقط على التوعية؟ ولا هناك دور أيضا الالتفاب حول الرئيس السيسي دور للإعلام والالتفاب حول الرئيس السيسي لكون يد واحدة أم مسئولية مجتمعية لا مسئولية مجتمعية طبقا مسئولية مجتمعية يد واحدة متضمة متضمة فيما بين القيادة السياسية والشعب المصري وخصوصا الشباب الشباب أنا شايف أن الشباب هم عماد هذه الأمة مصر عمادها هو الشباب الشباب هم اللي قادرين ويستطيعوا بالوقوف خلف القيادة السياسية الرشيدة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في تخطي كل هذه الأمور والنهوض بالدولة المصرية تماما عشرين تلاتين مصر متقدمة مستقرة آمنة مفيش فيها على وجه الإطلاق بإذن الله تعالى إرهاب على وجه الإطلاق وما عندناش وإحنا بنحارب وما زلنا نحارب الإرهاب مش لمصر بس للعالم أجمع وكنا ننتظر أن العالم أجمع يقف إلى جوار مصر في محاربتها للإرهاب حضرتك لما نشوف سينة واللي حصل في سينة ومصر بتحارب للعالم كله في سينة في مكان هم جايين بيقولوا وكأن ده يعني إيه مهد الخلافة بتاعتهم أو كأن ده المكان اللي في الرسالة بتاعتهم أو هيبدأوا منه ياخدوا العالم كله فلما يجي النهاردة إرهابيين ينزلوا في مصر وتحديدا في سينة ويجي من كل أنحاء العالم بغرض أنه النهاردة بيحاول أنه يقلل من عزيمة الجيش المصري ولكن هو لا يستطيع ذلك لأن الجيش المصري القوة لا تكهر بأي حال من الأحوال أنا برضو بضيف الرئيس السيسي أنصف الشداد المصري إنصافا كاملة في كل المجالات السياسية الرئيس السيسي أنصف المرأة المصرية وجاء لها دورا لم يحدث من قبل المرأة المصرية أصبحت في مجلس الشيوف أصبحت في مجلس النواب بنسبة كبيرة جدا تمام المرأة المصرية أخذت حقها الكامل في عهد الرئيس السيسي أنا في سؤال منهم عزيزي أتفضل بالرغم إن هم بيستخدموا الآن الإعلامية الكبيرة اللي عندهم لتنفيذ مخططاتهم أو ترويج الشائعات إلى إن الشعب المصري دائما بيرفضهم ويلفظ هذه الشائعات لماذا دائما بيعيدوا الكرة مرة أخرى؟ هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم القطات لا يدخل الجنة من القطات؟ من القطات؟ الذي ينقل الكلامة لأهل الشر وينقل الكلامة لإفساد العلاقة بين الناس من هو؟ القطات وهم يتمثلون في كلمة كلهم تحت كلمة القطات هم دائما ينقلون في إفساد العلاقة المصرية ما بين الشعب والقيادة هم بيحلمون أنا أقول لحضرتك بمنتهى الأمان الشعب المصري فاء جدا 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 وتم استيقاظه بشكل غير عادي ليه؟ رأوهم على حقيقتهم رفع عنهم السطار الديني الذين كانوا يتمثلون تحت كانوا يختفون تحت سطار الدين وهم ليسوا أصلا معتدلين ولا يعلمون سوى الكذبة والنفاقة والفسادة في الأرض الهرض إحنا أمام آلة إعلامية قابدة السمن قابدة السمن إحنا أربنا للإنتهاء لا 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 ما حضرتك لسه إحنا النهاردة أمام آلة إعلامية بتقبط بالمال والمال دايما يصنع كل شيء فاسد تمام إنت عارف مين المتوالد الآلة إعلامية في قطر بشارة عزم بشارة عزم بشارة وده عدو كنسة إسرائيل يعني صهيوني لا يحب مصر واخد بال حضرتك حماس النهاردة أستأذنك اللي فقدت كل شبابها وكل جيشها خمسين سنة من أجل فلسطين النهاردة حماس لا يردون الجميل لمصر لأنهم ينتمون إلى جماعة إرهابية وعقولهم مخصولة يا أستاذ محمد طب سيادة المستشار دول دول يعني في دول أخرى أنا بتحدث عن أبناء مصر أبناء مصر أنا مش هطلع باستثناءات بسيطة من الشعب المصر لا مش بيتكلم عن استثناءات استثناءات بسيطة خلايا نايمة ليه ليه تحول بهذا ليه يعني؟ خلايا بسيطة لكن المئة مليون بقدر الله يد واحدة ويسعون لأمن مصر وخلف فراية القيادة السياسية وأنا بس إذا كان فيه انتهاء أنا الحقيقة لا لسه لسه ما حضرتك عقاب الانتهاء أنا بس اللي أنا عايز أقوله إن إحنا أمام شعب محترم شعب يرى الإنجازات بعينه شعب يرى ما يفعل القيادة السياسية من أجل مصر شعب يحترم قيادته السياسية إلا إذا كان هناك بعض الاستثناءات البسيطة جدا جدا وكل القاعدة لها استثناءات اللي هم تابعين لهذه الخلايا إن شاء الله سيمتهوا قريبا وأنا بحقيقة بشيد بمجهودات وزارة الداخلية الحقيقة ومجهودات الأمن الوطني الكبيرة جدا 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 وسعيها في إنهاء هؤلاء الشرزمة الحقيقة ولهم كل الشكر الناس ما بتنامشي الناس صحية وإن شاء الله إلى الهلاك دماء العرابية إلى الهلاك الجماعة العرابية إلى الهلاك وإن شاء الله ستتقدم مصر وتعلوا راية مصر إن شاء الله بإذن الله سيدة النشار الرئيس حفتاح سيزي في أحد الحوارات أثناء زيارة الفرانسة أتحدث عن إن هناك ست قنوات فضائية بتبس عبر الأقمار الصناعية الأوروبية هدفها نشر الفرقة والشكوك بين في صفوف المواطني المصريين كيف نواجه هذه القنوات قانونيا وإيه الدور المطلوب مننا لتوعية المواطني خاصة إن هي هذه القنوات يعني البعض هنقول البعض اللي هما لما بتوصرش لهم إنجازات الدورة المصرية بيصدقوا هدفك أعتقد إن إحنا في حاجة إلى إن مصر تمتلك قناة تبص عبر العالم كله وتوضح الحقائق للعالم كله تمام الأمر مش قاسر بس على إنه بيبص شائعة داخل مصر لا ده هو بيبص عبر العالم كله يعني مثلا قناة زي قناة الجزيرة بتبص حوالين العالم كله في كل مكان في العالم أوه ونجحت ونجحت فإحنا النهاردة في أشد الاحتياج إلى إن إحنا يبقى عندنا قناة إعلامية بتبص الحقائق وترد على هذه الشائعات بكافة اللغات في كل دول العالم علشان أنا النهاردة دول العالم تبص لي وتقول لا ده فيه فعلا هو النهاردة لما بيشوفه لما بيحصل في مصر شائعة معينة ويبدأ الكل يرد عليها ويبدأ الكل يتحدث عنها ويبدأ الكل يقول إن دي شائعة وإن ده كذب ده بيعود عليهم النهاردة بالسلب مش بالإجاب وبيعود على الجانب المصري بالإجاب قدام العالم كله فالنهاردة علشان نشوف القيادة السياسية في مصر واللي هي لا أنا أناشر القيادة السياسية في مصر بأن إحنا يبقى عندنا قناة تعادل قناة الجزيرة وتفوق قناة الجزيرة تبص العالم كله الحقائق حوالين مصر وحوال ما يحدث في مصر أما ده خارجياً أما داخلياً فأنا شايف أن إحنا قدامنا أن إحنا نمشي في البرنامج اللي السيد الرئيس طرحه واللي مجلس الوزراء عمله وأن إحنا نضرب الكوادر الشابة على الرد على هذه الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك الاتجاه إلى الناحية القانونية نحو تحرير المحادر ضد هؤلاء وملاحقتهم قضائياً لأن ملاحقتهم قضائياً هيجعلهم النهاردة في محاكمات وفي سجون وفي حبس هيجعل حضرتك النهاردة مش هيكون فيه بعد كده مجال أو أي حاجة للشائع تمام مجلس الوزراء بيكون برصد جميع الشائعات وبرد عليها كلمة أخيرة حدودك سافر مستشع عشان لا يسافر الحالة نماشد الرئيس المصري المحترم القيادة السياسية الرشيدة أنك لا تجعل بالا بهؤلاء كن وسيرة على بركة الله أنت منتصر ورايتك مرفوع بإذن الله وشعب مصري يداً وحيدا خلفك خلف القيادة المصرية أنا بقدم في آخر الحلقة الحياة عزائل الأخ العزيز الصديق المحترم اللواء درويش حسين اللي فقدناه منذ يوم حكم ضار الفيوم وأعزي كل القيادات الأمنية بالفيوم اللواء درويش حسين وناشد كل محامين مصر وأنا غير مرشح أن يتمهلوا ويختاروا من يمثلهم من الأكثر والأفضل والأحسن ويكون محامين مصر لهم اختيار في كفاءتهم في المرحلة القادمة ويختاروا من يكونوا لهم سند والسلام عليكم شكراً سيادة المستشار شرفتهم في هذه الحلقة مستشار محمد خريفة المحمد بن نقب أنا معدوك شرفتهم ونورتنا سيادة المستشار حاتم أبو حامل أسف في الوقت خلص المحمد الجنيات بالأسف شكراً لكم أنا قبل منهي الحلقة أحب يعني أحنا في بداية هذا الأسبوع تلقينا خبر محزن وموجع جداً فقدت القناة يعني شخصية كانت محترمة جداً وراجل طيب جداً هتذكروا دائماً بخير الأستاذ خالد النقر رحمة الله عليه وأسرة البرنامج بتتقدم بخالص المدير المالي للقناة وأسرة البرنامج بتتقدم بخالص التعادي إلى أهالي الأستاذ خالد النقر المدير المالي للقناة سألين المولى عز وجل أن يتغمضوا بواسع رحمته وأن يسكنوا فسيحة جناته وننضم إليك في أعزائك ونعزل أيضاً شعب المصر للأستاذ وحيد حامل اللي فقرنا هذا الأسبوع يا أستاذ المولف الكبير وراجل المحترم اللي كان ضد هؤلاء وأفصح عن هؤلاء وأظهر هؤلاء بهذه الصورة السلبية التي كانت ضدنا رحم الله جميع موتانا واشف كل موضوعنا وإلى اللقاء في حلقة جديدة إن شاء الله انتظرونا الأربعاء القادم اشتركوا في القناة